شاهد ذكر نايك يصدم فتاة اسرائيلية باجوبة جعلتها تنفجر بالبكاء وتعتنق الاسلام. الله اكبر. ولكن فضلا لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. ولا تنسى للشراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. السلام عليكم. كانت هذه الفتاة اسرائيلية وكانت ملحدة. ظهرت في مؤتمر مع العالم الدكتور داكر نايك. وهذا رجل جعل الكثير من الملحدين حول العالم يدخلون الاسلام على الفور. في هذه المرة كان يتناقش مع فتاة اسرائيلية ملحدة ولا تعترف بأي دين نهائيا. حيث كانت تقول الفتاة أود أن أسأل إذا بإمكانك إلقاء بعض الضوء على آية في الإنجليز. إنه في العهد القديم في نشيد الإنشاد الإصحاح 5 الآية 16. مذكور اسم محمد. تم ترجمة كلمة محمد باللغة الإنجليزية إلى كلمة مشاهيات. فأنا ما أود سؤاله هو لماذا لا يعرف المسيحيين بأنه تم التحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجليز. قال داكر نايك. سألت الأخت سؤالا جيدا. فهي أعضت آية باللغة العبرية من كلمات الإنجليز في نشيد الإنشاد الإصحاح 5 الآية 16 والتي كان مذكور فيها محمد. الأخت ترجمت كلمة واحدة فقط. هذه الكلمة هي محمد. هي كلمة في اللغة السامية. عندما تعضي احترام لأي اسم تضيف في آخر الكلمتهم. مثل إله. بمعنى الله تقال إلهم. وهي عبارة عن احترام لله. نفس الشيء لإسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أضاف أن. فصارت تقرأ محمدا. لذا إذا قرأت النص الأصلي فإن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في الإنجليز. تسألت الأخت. إذا لماذا لا يؤمن المسيحيون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لهذا كرنايك. عليك أختي أن تسألي هذا السؤال للمسيحيين نفسهم. لقد سألت هذا السؤال مئات المسيحيين. الحمد لله أسلم بعضهم ولكن أغلبهم لم يفعلوا. لذلك أنا أوافق معك بأن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في معظم كتب الأليان ومن ضمنها الإنجيل. وكما ذكرت سابقا. إنه لم يذكر اسم نبي فقط. بل تنبأ به في عدة أماكن مختلفة في الإنجيل. لذلك فهذا ما نسأله للمسيحيين. إذا كان هذا ما ذكر عن خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لماذا لا يؤمن به المسيحيون؟ هؤلاء المسيحيين الذين يتعلمون ويدرسون ويحللون ويجرون الأبحاث. الحمد لله يقبلون الإسلام. والآخرون الذين لا يريدون تقبل الحقيقة. يقولون أنا مسيحي منذ أربعين عاما. والآن تريد مني أن أغير ديانتي. ولذلك هم خائفون. الكثير من المرات يتدخل المجتمع ويعيقهم عن الدخول في الإسلام. الكثير منهم يقولون ماذا سيقول لأصدقائي؟ ماذا ستقول لعائلة إذا اعتنقت الإسلام؟ لذلك فهذه الأمور تمنعهم من قبول جمال الإسلام. إنهم فشلوا في الدخول إلى الإسلام. وفضلوا إهانة الخالق والاستمار في الدين المسيحي. رغم أنهم يعرفون الحقيقة في سبيل إسعاد عائلتهم وأصدقائهم. إرضاء الخالق يجب أن يكون أهم من إرضاء عائلتك وأصدقائك. لذلك فإن أولئك الذين يدركون أهمية خالقهم وأهمية الله يدخلون الإسلام والحمد لله. أختي أنا أود أن أسألك هل أنت مسيحية أم مسلمة؟ قالت الفتاة أنا من عائلة يهودية ولكن لم أقتنع بأي دين. ولكن كنت أدرس الإسلام منذ حوالي ستة أشهر. لأنني شعرت أن الإسلام هو الدين الصحيح. قال لها ما شاء الله. هل تؤمنين الآن بأن هناك إله واحد؟ قالت الفتاة. نعم. قال لها قالت الفتاة لا. قال لها هل تؤمنين بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله؟ قالت الفتاة نعم. قال لها ما شاء الله. إذن فإذا كنت تؤمنين بأن هناك إله وحل وبأن محمد رسول الله إذن فأنت خلال ستة أشهر من البحث في الإسلام قد توصلت إلى الحق والحقيقة فقالت الفتاة وهي تبكي أعتذر أنا لم أسمعك فقال لها هذه دموع السعادة عندما يدرك الشخص أن هذه هي الحقيقة الحمد لله ولهذا ذكر في القرآن الكريم عندما يسمع الناس بآية الله سبحانه وتعالى ترى أعينهم تفيض من الدموع هذه هي دموع السعادة والفرحة بإيجادك للحقيقة وكما قال عيسى عليه السلام في الإنجيل ابحث عن الحقيقة وستقوم الحقيقة بتحريرك لذلك فأنا أعتقد بأن الحقيقة حررتك الآن أختي بحثك الذي استمر لمدة ست أشهر لقد جلب لك الحق فقالت الفتاة الحمد لله قال لها ذاك النايك حسناً أنت الآن مقتنعة بالإسلام 100% فهل تريدين الدخول في الإسلام؟ قالت الفتاة نعم قال لها هل يجبرك أحد على الدخول في الإسلام؟ قالت الفتاة وهي تبكي لا قال لها أنت تقومين بهذا بكامل إرادتك قالت نعم قال لها سأقول التوحيد باللغة العربية ويمكنك الإعادة معي قالت حسناً وقال لها وكانت تردد مع ذاك النايك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال لها ما شاء الله أختي أنت الآن أصبحت مسلمة وإن الله سبحانه وتعالى هدك وأرشدك إلى طريق الحق أرجو من الله أن يجعلك مصدراً لترشيد الأشخاص الغير المسلمين للإسلام وأسأل الله أن يجزيك خير الدنيا والآخرة وجنة الفردوس إن شاء الله والآن سنعرض أيضاً معجزة كبيرة حدثت لسيدة أمريكية قامت بتوليد امرأة مسلمة وبعد ذلك حدثت المفاجأة الكبيرة التي تشهد أن الإسلام على حق جاءت إحدى النساء المسلمات إلى إحدى المستشفيات الأمريكية لتدعى مولودها وحينما اقترب معاد الولادة قامت البرأة المسلمة إلى غرفة العمليات وجاءت إليها الطبيبة الأمريكية فحينما حان موعد الولادة قالت الطبيبة الأمريكية للمرأة المسلمة أنا مجهدة جداً وسأحضر لك الطبيب ولكن المرأة المسلمة صرخت وقالت لها لا لا أريد رجلاً أن يتطلع إلى عورتي فاستغربت الطبيبة وعندما عادت إليها في اليوم التاني لتطمئن عليها قالت لها الطبيبة يجب أن لا تمارس العلاقة مع زوجك لمدة أربعين يوماً ولا تجهدي نفسك فقالت لها المرأة أعرف ذلك فإن الإسلام حرم الجماعة في فترة النفاس هي أربعين يوماً فاستغربت الطبيبة أكثر ثم قالت الطبيبة عندما شهدت المولود ضعي هذا المولود على جانبه الألمان لتنصدم ضربات القلب لدي فقالت المرأة المسلمة أعلم ذلك فهذه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نضع المولود على الجانب الألمان فاستعجبت الطبيبة أكثر ثم قالت هذه الأمور أخذت مننا عمرنا حتى نتعلمها وأنتم تعلمونها من دينكم ثم ذهبت الطبيبة الأمريكية إلى إحدى المراكز حتى تعلم أكثر وأكثر عن الإسلام ثم بعد فترة قليلة من الزمن أعلنت طبيبة إسلامها في أمريكا أنجبت امرأتان في نفس التوقيت واحدة أنجبت ولد والثانية أنجبت بنتان وبسبب خطأ من الممرضات لم يتمكن من التعرف على من أنجبت الولد ومن أنجبت البنت وبعدها قاموا بفحص الدم والديني فوجدوا النتيجة متقاربة للغاية وحدثت حالة من التعجب للأطيطة ولم يستطيع حل هذه المشكلة وكل مرأة تسر على أن الولد ولدها عندما وصل الخبر للمسؤولين قالوا إن هذه المشكلة لا يحلها غير المسلمين فاتصلوا بشيخ من السعودية ودار الحوار كالتالي قال المسؤول الأمريكي للشيخ السعودي ألم تقولوا أن لكل شيء حل في دينكم وأخبره بالقصة فقال المسلم الأمر بسيط جدا خذ قطرات من الحليب لكل من السيدة وافحصوا والحليب الذي يحتوي على مواد مغدية أكثر وغنية تكون صاحبته هي التي أنجبت الولد والأخرى أنجبت البنت فقاموا بفعل ذلك وبالفعل وجدوا الفرق بينهما فعرفوا لمن الولد ولمن البنت حيث يقول الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حد الأنتين سبحان الله هذه الواقعة تشهد أن القرآن على حق شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة